شدينا معد مجزل أهم الأخبار مع دينا شارك الرئيس عبدالفتاح سيسي عبر تقنية الفيديو كونفرنس في قمة المجلس السلم والأمن الإفريقي التي انعقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان وخلال الجلسة الافتتاحية للقمة ألقى الرئيس سيسي كلمة أكد خلالها الأهمية القصوى للتنصيق الوثيقة مع دول الجوار لحل حالة الأزمة في السودان باعتبارها الأكثر تأثرا بها والأكثر حرصا على إنهائها في أسرع وقت مشددا على تكامل جهود مصر مع مختلف المصارات الإقليمية من أجل إنهاء الأزمة في السودان كما أكد الرئيس السيسي خلال كلمته أن النزاع في السودان يخص الأشقاء السودانيين أنفسهم ومن ثم فإن دور الأطراف الإقليمية هو مساعدتهم على إيقاف وتحقيق التوافق حول الأسباب التي أدت إليه في المقام الأول مشددا على احترام مصر لإرادة الشعب السوداني وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وضرورة عدم السماح بالتدخلات الخارجية في أزمته الراهنة استقبل محافظ أسوان أشرف عطية المفاوضة السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوفد المرافق له وذلك بمطار أسوان الدولية وخلال اللقاء استعرض محافظ أسوان الخدمات المتنوعة التي تقدمها الأجهزة والوزارات والجهات المعنية منذ اللحظات الأولى للأزمة السودانية لكافة الوافدين سواء من المصريين أو السودانيين أو الجنسيات المختلفة لافتا إلى أنه يتم يوميا توفير كافة سبل الراحة والمعيشة والخدمات للوافدين من السودان قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار إن القوات الروسية خففت مؤقتا من وطيرة هجماتها على مدينة بخموت المحاصرة في شرق أوكرانيا بهدف إعادة تنظيم سفوفها وتعزيز قدراتها وأشار مسؤولون أوكرانيون إلى أن قواتهم مستعدة لشن هجوم المضاد طال انتظاره لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا منذ بداية الحرب وأكدت ماليار أن تراجع نشاط الهجومي لموسكو يرجع لحقيقة أن قوات يجري تغييرها ويعاد تنظيم سفوفها بدأ الأطراق التصويت في جولة الأعادة بالانتخابات الرئاسية ولم يستطع أي من المرشحين الفوز من الجولة الأولى حيث تقدم الرئيس رجب طيب أردغان بفارقي خمس نقاط مأوية تقريبا عن منافسه كمال كالتشدار أولو في الجولة الأولى التي جارت في الرابع عشر من مايو هذا وبدأ التصويت في الساعة الثامنة صباحا بتوقيت المحلية وينتهي في الخامسة مساء ومن المتوقع أن تبدأ النتائج في الظهور بحلول مساء اليوم توصل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهورية كيفين مكارثي إلى اتفاق من حيث المبدأ لرفع صقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 من 10 لليون دولار لينهي بذلك أزمة استمرت شهورا ووصف بايدن الاتفاق في بيان بأنه خطوة مهمة للأمام مضيفا أنه يمثل توفقا وهو ما يعني عدم حصول الجميع على ما يريدون ويرفع الاتفاق صقف الدين لمدة عامين ويقلس الانفاق خلالها الفترة لنفسها كما يشمل استرداد الأموال التي كانت مخصصة لمكافحة جائحة كورونا ولم تستخدم إضافة إلى تسريع عملية منح الموافقات لبعض مشروعات الطاقة وبعض شروط العمل الإضافية لبرامج المعونة الغدائية للأمريكيين الفقراء أعلنت الشرطة الهولندية القبضة على أكثر من 1500 شخص خلال تظاهرة نظمتها إحدى المجموعات في لهاي وكان ناشطون قد أغلقوا جزءا من طريق سريع في وسط المدينة احتجاجا على دعم الوقود الأحفرية وقالت الشرطة في بيان إنها طلبت بشكل متكرر من الناشطين إنهاء تحركهم والمغادرة ومضيفة إنه تم القبض على كل من لم يفعل ذلك ختام موجز التاسعة فاصل ونعود لحظاتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر